وقع المسؤولية دايماً بيفرق إيه اللي فرق يعني بعد دخول حياة كريمة في قرية صنهور في مركز ضمنهور في محافظة البحيرة أتعرف على حضرتك كامل علي غطاس رئيس مركز ومدينة ضمنهور في محافظة البحيرة أهلاً وسهلاً بحضرتك إيه اللي فرق في القرية هنا بعد دخول حياة كريمة الفرق بين صنهور قبل حياة كريمة وبعد حياة كريمة زيها زي نقول المنشأ الأول ككل إن محافظة البحيرة بيرطيها ست مراكز على مستوى المحافظة في مشروع حياة كريمة توجه السيد الرئيس ست مراكز زول بيضم اتنين واربعين مجلس قروي زي صنهور من حسن الحظ أن مركز منهور متضمن سبع مجالس قروية السبع مجالس قروية زي صنهور كده فيها كافة المزايا والخدمات حدك لو تكلمنا صنهور قبل وبعد نقول ده منهور قبل وبعد باعتبار أن دي شريحة أو عينة بتمثل مركز زمنهور ككل القارة صنهور إحدى القرى السابع التابعة لمركز زمنهور نفس الموزج اللي حدك وقفة قدام لو بدأنا في مجمعات الخدمات حنقول إن فيه سبع مجمعات خدمات زي المجمع اللي حدثين دلوقت ده ده بيضم خمس خدمات كنا زمان بنتمتع الخمس خدمات دول في خمس أماكن مختلفة بخمس مباني مختلفة ففكرة أو توجه السيد الرئيس مش مجارد فكرة بس ده بقى واقع دلوقت بنشوفه إن مجمع الخدمات اللي احنا قدامه ده بيضم خمس خدمات للمواطن كانوا غير متاحين على الأقل خدمة شهر العقارج لم تكن موجودة بقرية صنهور حتتوفر في مبنى مجمع الخدمات خدمة البريد حتبقى موجودة خدمة الضمان الاجتماعي حتحدي المركز التكنولوجي اللي حتلقى المواطن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها من خلال المركز التكنولوجي إن فيه مكان يليق بأدمية المواطن في قرية صنهور اللي حتلقى فيه الخدمة زمان كان بيقدي خدمة المواطنين كانت قاصرة على مكتب أو موظف جوة الوحدة المحلية دلوقت بقى مكان بيستخبل مواطني مرأة كارية صنهور بالكامل بكل خدماتها ومرافقها في نفس المكان ده حتواجد رئيس القارية حتواجد معه مسؤول السجل المدني مسؤول مكتب المريد مسؤول الشهر العقاري لو أي حاجة محتاجها المواطن حيلاقيها داخل مجمع الخدمات المجمع الخدمات أو المركز التكنولوجي كان بيفرق إزاي إن هو مش موجود في النطاق السكني بالنسبة مسأل القرية اللي احنا فيها قرية صنهور هي مش مجرد نطاق سكني بس القرية كلها بالكامل لم تكن فيها بعض هذه الخدمات يعني المواطن لو كان عايز يستخرج حجم السجل المدني كان لازم يروح للمدينة ضمنهور بعد المسافة والتكلفة اللي بيتحملها لا ده حتبقى موجودة قدامه في نفس القرية بقى غير السجل واحد ضمن الاجتماعي كان بيتطر يروح يعمل بحث اجتماعي ويرجع عليها دي خدمة ارتباط الخمسة دول في مكان واحد باعتبار إن الخدمة دي حتبقى متاحة للمواطن حتيسر له خمس أماكن كان بينتقل إليهم مصاريف الانتقال للخمسة الدولة نفسها استفادت مش المواطن بس ترجمة نانسي قنقر